يوم السنهار الحامي حامي في شكل دا يتصوى بالفعل كان يوم استثنائيا ارتفاع كبير لدرجة الحرارة وغبار شديد يحجب الرؤية في أغلب مناطق الوطن وهو من عكس على معظم ممارس الأنشطة التجارية خصوصا من يستضلون بأغطية لا تقي حرارة الشمس في أيامها العادية راسم الناس هنا يشتغلوا معنا هنا بمرس كبتال لا كفطوا مشاو زادهم أنا كنتم أن الناس كنتم قلني ما نمكفطنا لأنه رواية أنه لي تبدو تقب توفق يا غير ما استمر وقت كلما ازداد الوقت كلما زادت هي زادت الحرارة وزادت الغبار وزادها كامل لأكي لأساس طريت أنا بعض شخصية أني ملي من الجماعة أني نقفل ونمشي شور الداء لم يكن أصحاب المحلات التجارية في قلب السوق أفضل حال لا من حيث السلامة من ارتفاع الحرارة ولا من حيث وجود الزبناء حرارة متينة وصعيفة يامس جوه متين فيه ضغط مانع نحلها عادي لك الناس التي تهربت من السوق هو السوق حامي السوق ما هي فاردة وفيه ضغط حتى ضغط متين قد يكون مألوفا ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من العام قرأنا ارتفاعها لدرجات كبيرة مع أطربة كثيفة كان مفاجئا وغير مألوف شهدت يوم أمس معظم مناطق البلاد ارتفاع درجة حرارة طبعا غير قادي في هذه الفترة الزمنية إلا أنه في الحقيقة كل ما توفر تظهرهم اللي يخلق هو كان نتيجة تمركز منخفض حرارة للمناطق الأسطى والقربية طبعا أدى الارتفاع درجة حرارة وصلت إلى 48 درجة في المناطق الشمالية مناطق من عدلال وجنوب تير الزمور ووصلت إلى 40 درجة في مطار متونسي الدولي طبعا ما بين الثالث والخامسة الخبراء يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة ورأى أن أمطار متوقعة ستحد من ذلك الارتفاع الحراري المرتقب يمكن أن تتكرر في الأيام القادمة بإذن الله خاصة يوم الخميس القادم يمكن أن تأتي نفس الوضعية لمناطق من أدلال وإنشير وشمال وولاتها طبعا نتوقع أن اليوم القادمين تعد فيهم قدر من الأمطار والشريط الجنوبي ودولة لا يحدوا إن شاء الله من الأكرتباع درجة الحرارة خاصة من أدلال قدماق أو قرقل والفراكنة والعصاب والتلالز بإذن الله لكل فصل من فصول العام مناخ معين يسود فيه رغم أن هذه الفترة تكون عادة درجات الحرارة فيها مرتفعة نسبيا إلا أنها في الغالب تظل في حدود المالوف وما كان من ارتفاع يعد استثناء ما يلبث أن يزول ويعود الطقس إلى حاله العادية